اشتركوا في القناة نجد أن الشهادة نور إلهي يرافق الشهيد في كل مراحل مسيرته الإنسانية فهنيئا له في الحياة وبعد الموت وفي الآخرة أما الآن فمع كلمة للسيد علي الموسوي فليتفضل مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعا كلمة كلمة ليست شخصية الأخ عرفني السيد علي الموسوي الكلمة ليست شخصية هي كلمة ممثلية المجلس الأعلى في المملكة المتحدة لندن بسم الله الرحمن الرحيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار صدق الله العلي العظيم الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته منذ سنوات وشعب البحرين في حراكه السلمي يطالب بحقوق المواطنة الكريمة ويدافع عن عزته وكرامته واستقلاله مقدما على مكبح الحرية الشهيد تلو الشهيد وبالرغم من كل المحاولات جره إلى نزاع دموي لكن الشعب يصر على سلمية هذا الحراك رغم وحشية الإجراءات الظالمة ضده ولكن على الجانب الآخر يتمادى النظام في البحرين ويتجرى على حقوق الشعب بقمع الأغلبية في هذا البلد وما إعدام العديد من الشباب ظلما والذين هم أمل المستقبل ومنهم الشباب الثلاثة الذين عدمهم النظام في الخامس عشر من شهر كانون الثاني 2017 إلا صورة فاضحة للإرهاب الذي تمارسه الحكومة البحرينية ضد شعبها لتكمم الأفواه وتقضي على كل أشكال الاستقرار في هذا البلد كما أقدمت الحكومة البحرينية بسحب الجنسية من العديد من مواطني البحرين الأصلاء ومنهم آية الله الشيخ عيسى قاسم وهو العالم الرباني وصمام الأمان لسلمية المظاهرات في البحرين الشقيق كما لجأ النظام البحريني لمحاصرة آية الله الشيخ عيسى قاسم ومنعه من التواصل مع أبناء شعبنا البحريني الصامر الحضور الكريم لو أردنا الحديث عن ظلامة البحرين وظلامة أتباع أهل البيت عليهم السلام في دول الخليج بشكل عام وفي البحرين بشكل خاص لما اتسعى الوقت لذلك ندعو الله عز وجل أن يحفظ أهلنا في البحرين وعموم الخليج وأن ينصرهم وأن يرفع عنهم الغمة ويحقق آمالهم في العيش الشريف والكريم أسوة بباقي الشعوب العالم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وإلى أرواح شهداء البحرين وشهداء الإسلام جميعا وإلى أموات الحاضرين جميعا رحم الله من يقرأ الفاتحة مع الصلوات نشكر ممثل مكتب المجلس الأعلى العراقي سيئ السيد علي الموسوي على كلمته التضامنية مع شعب البحرين موسيقى ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة